يمكن زي ما حضراتكم شايفين انه احنا يمكن في شيء ما بينذر بشيء جيد وهو موافقة اغلبية حكومة الكيان الصهيون المحتلة للاراضي العربية على المقترحات المصرية وهذه المقترحات ايضا ترسل الى المقاومة وحركة حماس بطبيعة الحال علشان يتم النظر فيها ومن ثم من الوارد جدا قولوا يا رب قريبا جدا يبقى في عندنا ولو ايقاف مؤقت لهذا العدوان على الاراضي الفلسطينية في غزة وسائر ارجاء الاراضي المحتلة هناك بعض التفاصيل يعني اربعين تبادل صفق التبادل فيها اربعين ولا فيها عشرين يعني الى اخره فيه تفاصيل ممكن نبقى نتكلم فيها ويطرى هل ترى هل هذه التفاصيل من الممكن ان تعلق او تؤجل او تعرقل هذا الاتفاق ولا هنقدر نتخطى بعض من هذه التفاصيل للوصول الى هذه الهدنة المؤقت في حديث حول ستة اسابيع اقل قليلا ازيد قليلا المهم انه تحصل الهدنة شيء ما نحصل عليه جميعا ومن ثم نبدأ فيه الشغل اللي بجد هرجع وقولك نقطة مهمة جدا انا وهو لا يوجد حل سوى الحل المصري تاني المقاربة المصرية هي المقاربة الاقرب الاوقع الاكثر واقعية لايجاد حلول على اراضينا المحتلة في فلسطين اشتركوا في القناة